السلام عليكم استراد السيارات المستعملة في ليبيا تعتبر ليبيا من أكبر مستوريد السيارات المستعملة كما تعتبر دولة مهمة لتصدير المركبات المستوردة لدول الجوار كدولة السودان مثلا الحكومة الليبية كانت ترغب في تنظيم هذا الاستراد لكنها ألغت القرار وتركته مفتوحا فبإمكان الليبيين استراد مركبات مستعملة كما يمكنهم إعادة تصديرها للدول المجاورة ويستطيعون استرادها من كوريا الجنوبية وأمريكا ودول أوروبية كما أن الرسوم الجمركية في ليبيا منخفضة وأعتقد أن الجزائريين يستطيعون استراد مركبات أقل من ثلاث سنوات من ليبيا لأن هناك أسعار مغرية بينما يبقى المشكل في الوثائق الرسمية التي كانت تسير بها السيارة في بلدها الأصلي والمتمثلة في البطاقة الرمادية لأن الشروط صارمة جدا في الجزائر ولا يتم التسامح معها كما يمكن مراقبتها من طرف خبير الطاقة والمناجم في حال كانت السيارة مخالفة للشروط المنصوص عليها يتم حجزها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته